السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء كانت منا هاد الفيديو يلقاكم بخير على خير وبصحة جيدة إن شاء الله في فيديو ديال هاد النهر دا غادي نوجدو واحد للميها اللابية اللي كدشي رائع في المضاق وسهلة يعني طغير كتوجد فرمشترين كيف كتشوفو معايا القوام ديالها كيف كيجي ودرت لها البانان ودرت لها العسل دا وشك للنهائي ديالو دا بغادي ندوزو البداية والطريقة ديالتقديم والمقادير قاو معنا وتابعوا معنا الفيديو الى الاخر إن شاء الله كيف كتشوفو معايا عندي الكاسرونة هنا يا غادي ندير فيها واحد لترو ديال الحليب حليب بارد اللترو ديال الحليب يكون بارد غادي ندير الزيدة غادي ندير سنددة والسنددة دائما كتتفق كل واحد يريد الحلاوة ناقصة و لا زيدة مويمة تقريبا هنا قدرت ثلاثة معلقة عمرين ديال الساندة سوف نضيف نصف كاس ديال الدقيق نصف كاس صغير طبعا وهنا عندي جوج معلقة ديال النشا مايزينة جوج معلقة ملوئين ديال النشا سوف نستمر في التحريك بحالة كده حتى نحصل على خليط الخليط متجانس و لا يكونوا لزيغريمو لا يكونوا لزيغريمو و لديك الحبيبات اللي كيتكورو ديال الطحين نحركو مزيان و نردم فوق العافية حتى يختار لنا هذا الخليط يعني تحلية سهلة بسرعة توجد لا تطلب لنا الوقت كيف كتشوفوا معي هاي وجدات دارو ريخ سكم تخلطوها وهي فوق العافية باش ما كيلسقش لكم داك الدقيقة في الكاسرونة كيف كتشوفوا معي هاي هنا كنضيف واحد لعلبة ديال ياغورت انا ضفت ياغورت كريمي و غادي نستمر في التحريك حتى كي جانس لنا الخالط مزيان صافي و كنقدمهم في الكسان القوام ديالو كي يجي خاتر دابا غادي نقدمهم في الكسان و غادي نديرهم في تلاجة بمي بردو هدا هو القوام ديالو و الشكل النهائي تحلية سريعة خفيفة و لديدة بسرعة كتوجد دابا نزوقهم بالبانان و كل واحد كيفش كيزوقهم بالكولي دو فخيز ولا اي حاجة عندك مويم شكرا على المشاهدة ما تنسوناش باللايك و كتبت تعليقات ديالكم و ما تنسوش الضغط على الزل احمر باش يوصلكم دائما الجديد و شكرا على التعليقات اللي كي خليوية البنات اللي يلتحقوا بالقناة ديالي جدادات كنقول لكم شكرا بزاف بزاف و مع السلامة الى وصفة اخرى ان شاء الله مع فيديو اخر شكرا اشتركوا في القناة